هل نستطيع أن نقول بأن حدث في مصر نقلة نوعية في مجال الابتكار والمحفة العلم؟ طبعاً أكيد حصل طفرة وليس نقلة فقط ولكن أنا عايز أوجه كلمة للباحثين نفسهم طبعاً الباحثين كلهم على مستوى عالي من الأداء والكلمة دي أنا أقصد بيها كنت سؤال دايماً بسأله نفسي إيه الفرق بيني وبين أي دولة متقدمة فالإجابة اللي لقيتها أن الفرق بيننا وبينهم أن هو بيتقن عمله وسواء حتى العمل ده تافه أو مش تافه بيتقنه حتى في اللعب بيتقن اللعب بتاعه فأنا دي كانت الإجابة اللي أنا لقيتها أنه لازم الواحد يتقن العمل بتاعه حتى لو أنها فأخر فيه شوية لأنه هي ده الفرق اللي موجود بيننا وبينهم يعني الرسالة التي نستطيع أن نلخصها هي إتقان العمل إتقان العمل والحفاظ على الوقت بكل تأكيد موسيقى موسيقى